حريص إن إحنا ما يكونش فيه تكلفة قليلة بنوفر عشان مصروف العيد عم نطلعين أجازة العيد طبيعي لكن أحبنا نشتري كيلو بوري ثلاثة في الكيلو معنا السمك في القشر بياض ده السمك بتاعنا النهاردة البوري ده نقدر نعمله زيت ولمون نعمله مشه ورده نعمله سبجاري نعمله مقلي ولكن نعمله صنية بالبطاطس قيبة لطيف وجميل بس نعمل طاجن السمك بالفريك دي حاجة جديدة والفريك بيحب الشريك بس مع السمك ما يقدرش يتكلم ميادير الأكلة بتاعت النهاردة على الشاشة بوري حسب عدد أفراد الأسرة فريك تقريبا نص كيلو اتغسل مرة واثنين وثلاثة وصفنان من المية بقدونس بصل أخضر زبدة وبصل عادي برضو مع البصل الأخضر وتوم وبعلاقة زيت زيتون وإضافة الطماطب اختياري أنا هضيف للأمانة حباية طماطم مضروبة في الخلط ولكن عايزين نشرح إزاي نقدر نعمل أكتر من نوع سمك بالفريك وأيهم أنواع السمك اللي يفضل استخدامها مع الفريك يفضل طبعا استخدام السمك الكنعد اللي هو الضراك إذا مش موجود يبقى أي نوع تاني مفيش أي مشكلة السمك هناخد البوري ده كده الله مصلى عن نبي الله مصلى عن نبي هو ده زي الفل الراز دي أنا مش عايزها بشيلها ونفس القصة هنا ليه عمشي فحطها في مية بتغلع النار واستخدموا المية دي في الرز الابيض استخدمها في شربة أي أن كان دي راس السمكة ما تترميش وأخذ السمك اللي بقي اللي عندي ده كده أطع دي على تلاتة واجه عند السلسلة كده وضرب الدربة دي كده نفس الطريقة اياجه عند السلسلة دي كده وضرب الدربة دي كده خلصنا من د Abgeord نفس الخطة اقي playable Tae واجه درب الدربة دي كده نفس القصة أقطعت السمك لازم تكون بالطريقة دي ما قودش أشد السكينة على السلسلة بتاعت السمكة تتهري معايا. بيبقى انا كده ايه? طب اوز السمكة اه. اه. وسكنتك تكون حامية. اصبح ان السمك متقطع عندي بالشكل ده كده. هتدبله. تدبلت السمك دي ببساطة كده اه. بيجيب سرفيس كبير شوية. اللهم صلى عن نبي. تدبلت اتوم. شوية كمون. شوية كسبرة. شوية ملح. شوية فلفل. واحنا واقفين مع بعض كده. اه. حال. خضرة زي دي كده. والسمك ده هيتقيل ولا نيف نيف. اصبر على رزقك يا طيب. وده توم. عينية. اهو. حلو قوي. وادي الملح والفلفل. تدبل السمك زي ما انت عايزها. ولكن في طاجن زي ده كده متستغنيش عن الكامون والكسبرة. ده اساسي. اي اضافات دي بتاعتك انت. كامون وكسبرة. دول اساسي. تدبلت انا السمك بالشكل ده كده. الطبيعي ان السمك علشان نتدبله بالشكل ده كده. وتبدأ يدخليه في طواجنة وتقليق الخلطة هتسب من السمك. فالشيف المغازي علمنا على تركاية حلوة قوي. هعمل ايه? هحط قليل من الماء. الله اه. مية طب انت كده ما عملتش حاجة. اه. شوية المية دول كده. واقلب السمك في الخلطة دي. ابن حلال. مية طب ازاي? اصبر على رزك. هنقلب كده. اه. السمك هنا. فتحت له المسام. فتحت له الطريق. ان التدبلة تخش جوه لحم السمكة. باضافة قليل من الماء. الله عليك. اه. زي ما انا شغال كده. اه. وعندي طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو الكلام? اه. بحط في الطاسة دي عم نشيف شوية زيت. وطالما هعمل طاجن بالفريق والفريق يحب الزبدة والسمنة. هنحط هنا. الله ما صلى عنه. هنحط هنا مكعب زبدة. مع الزيت. ونجور السعيد يسعد. حلو قوي. واخد السمك دي عم نشيف شوف الشعاوة هنا بقى. شوف الدلعة ده بقى اهو. زي ما هي كده اهو. حطها هنا. يلا. 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 الله ما صلى على النبي. اه. 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 اهو ده. يديه هنا بيسبت التدبيلة. جوه السبكة. خلي بالك انا عايز شوية زيت. وشوية بيون ينزل من السمك ده كده عشان الفريق عشان هنا. عشان يا سماراني سقيني محبة. اه. والفريق ده هشرب. ايه ما فيش لا شربة فراخ ولا شربة عكاوي ولا شربة لحمة داني. الفريق ده لازم شربة لها اساس ولها قوام ولها طعم. عشان الفريق ياخد طعم. نعمل ايه احنا مع بعض دلوقتي? صلي على الحبيب. تعالوا هنا مع بعض كده. مكان تدبيلة السمك. ننزل بالفريق. بس كفاية دول كفاية. ونقلبهم. الله ما صلى على النبي. الخلطة اللي باقي من تدبيلة السمكة في قلب الايه? اه. واخلهم على جانب. عناش حاجة احنا. وننتظر على السمك لغاية لما ايه اتحمر. السمك هنا انا عايزه ياخد الصدمة النارية. وياخد الشكل اللطيف اللي احنا عايزه. بنعمل ايه? عم نشوف نغطيه زي ما هو كده. اه. اه. بتغطي السمك هو بتحمر يا شيف. اه. مدرسة المغازة بتقول كده. اه. افتح لك دلوقتي تشوف السمك عناية. تغطيته ليه? تدفع كم وجوبك? شكلة عالي قوي. انا بعمل عملية احتباس لتحمير السمك بالزيت والزبدة علشان يديني شوية بيون. اه. بص. شوفت السمكة اخدت لون ازاي? اه. الله. اه. الحلاوة. اه. 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 هاخده بعد كده اصفيه. وانزل بالفريك يا عم الشيف. واحمره مكان تحمير السمك. ايه او ايه. هي دي بقى التركاية. هي دي بقى الخبرة. هتاكل الفريك يا امي وتسيب السمك. ازاي بقى? لان كل دلوقتي البيون والجوز ينازل في قلب الطاصة. وده اللي انا عايزه. اه. واغطيه تاني. واسيبه يتحمر شوية. موضوع ان انا غطي السمك في الزيت هو بيغلي ده المخرج يعني الموضوع ده مش مش عايزي مش عايزي خش في راسه. انا دلوقتي حالا هاقنعك بموضوع الغطى ده. بص على السمك بقى. اه. شوف السمك اه. ده البوري. خير ما زارعنا. بتصدروا الدنيا كلها. اه. ايه الحواء والبورتي. للامانة. احلى سمكة بوري وبورتي في مصر. شوف ده السمك البوري. شوية البيون اللي عندنا في الطاصة دول بقى هم دول حدوتة. يعني ممكن اخد ده كده واجري. انا عايز ده. ده ما نداش نستغنع عنه زي ما هم كده. حاعلوا الكلام هنعمل ايه عم الشيف حالا اه. ده لسه مايتاكلش لا لسه دلوقتي تصبر عليها شوية. البصل ده كده يتجاب. والله وناخد البصل ده كده في قلب الزيت ده. ده بصل شريح. بصل جوليان. كل ده هينزل في قلب الايه? الخليط اللي مكانت تحميل السمك. جلد السمكة ادانا قوم جسري في قلب الزبدة والزيت. لحم السمكة ادانا قوم جسري في قلب الزبدة والزيت. نتيجة تغطية السمك ادانا قوم جسري في قلب الزبدة والزيت. ناخد البصل ده كده وننزل بها دا. العب هو ده. ونسيبه. معانا بصل اقدر مش عايزين الروز بتاعته. نعمل ايه بقى? احنا عزي العروق. هتخش على الروز. بس خلاص. في قلب الزيت. الله ومصلى عن نبن. ونقلب دول كلهم مع بعض. ايه الحلوة دي عمشي? ايه الجمال ده? اوه ده. ونرجع نغطيه. بجد والله اه. اوه ده. اوه ده. ونرجع نغطيه. ليه عمشيف? اصبر عن رزك. هنغطيه كده. اوه ده اه. اوه 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 ايه ده? ايه الصورة الحلوة? فعلا الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية. كلام ده مش من فراغ. اوه ده. ايه يا الله. السمك اخباره ايه? بوص على الحلوة بوص على الحلوة. هوريك انا السمسم دي لو تتلقش. بقول لي السمسم منزلش في قلب الزيت. انت بتهرج بقى. سينين الخبرة دي كلها راحت فين? تعالي شوف مع بعض ازاي نعمل شوية فرايد رايز بالسمسم. اصدب البصل لاغدر. ازاي? معانا رز مصري. مسلوق مسبقا. ومعانا عروق البصل لاغدر اللي انا بعشقها. ومعانا زيت سمسم وصوية سوس ونضافة مطبخك اول بول. زي ما تشوفي المغازة بيشتغل كده. اه. وانا اواف المطبخ زي الحلوة. تعالي شوفوا نعمل ازاي فرايد رايز. انا النهاردة مش بشتغل. النار ده قاعد بسلة. بسلة سيام زي ما بقولوا يعني. اه. حقالوا الكلام والزيت فقال البصل الاصد السمك فقال بالزيت. والفريق على النار. تعالوا مع بعض نعمل شوية رز تاكل سوابعك وراه. فاكرين ولا ناسين? طبعا فاكرين. الميا اللي انا كنت سالق فيها روس بتاعت السمك بحط منها شوية كده على الرز. اه. اصبح الرز في ايه? بشاير السمك. ميراس السمك دي كلها دهون. اصبح ان الرز هنا متحضر. اه. حلوة يا عمشي. تسلم ايدك الله. على طول اه. وجاهزت الرز كده. وابدا حط زيت السمسم. مع شوية زيت عادي. ده زيت السمسم. عشان الشيء في المغاز ميلاكشي. هنحط ايه اه. حلوة. والبصل اللي اخدر بتاعنا الجميل ده كده. اللهم صلى عنا ناخده كده. ابا هو ده. على فين? زي ما هو كده اهو. في قلب الطاصة. اللهم صلى عنا نسيبه على النار كده. رغيت لما البصل ده يتقرمش. المقلب. عايز تشوف السمك شوف السمك هوا. لسه بتخافش عليها. بتخافش عليها. بتخافش عليها. بتخافش عليها. بص عليها. اه. 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 اخبار يقول لي ممكن نحط شوية جنباري أكيد زل روحت على مطابع مطابخ أو أكلت سمك في صيني أو اليابانيين دائما نحطوا على الفرايض رايز جنباري والنودلز جنباري دي بتاعتك أنتبق أنا عامله النهاردة بالبصل الأخضر بس يواخد طعم السمك وأم جسري موجودة بزيت السمسم أصبح أن أنا ضفتله الجنباري بتراية غير مباشرة شهوت مطبخ بقى آه موزيت السمسم غاني بأم جسري والجنباري غاني بأم جسري حالوا الكلام؟ هنأخذ الرز بتاعنا تاكده آه الله زي الفل خلي بالك أهوة تحطي ملح وانت بتستيع الرز طالما الرؤية عندك هتحطي سياسوس سياسوس تغنيك عن الملح نقلق الله الله مصلى عنه كل يوم ناكل كابسة كل يوم رز بشعرية عروق البصل الأخضر اللي إحنا مصريين يعني شاطرين قول إحنا ناخد البصل الأخضر ناكل الراز بتاعته مع طبق الفول وانسيب العروق بتاعته استخدم العروق في طبق طعمية في فلافل في كفتة في فريد رايز في طبق السلطة عروق البصل الأخضر يا إخوانا موسوعة غذائية غنية بالأكسادة مضادات أكسادة قيمة غذائية عالية جدا فواتح شاهية بينشط الجهاز الهضمي بيعالج مشاكل الإمساك فيعمش بصل الأخضر وعروقه بالذات هلو؟ زي الفول نغري في الطبق ده كده يلا بينا البعض بيحب يقدم معاه بيض أملت مقلي عملت هنا قبل كده ده مكانه هنا سمعنا السود ده كده سنة شبهة صغيرة الله سمع السود ده كده خبار السمك إيه؟ صلي على الحبيب خلاص جاهز تمام سيبه يصفي زيته حلوه التعليبه دي مهمة جداً أهوه تحط أي بهارات سياسوس زيت السمسم مش بيحبوا البهارات يا ست الكل خالص البهارات بتاعتهم هي سنة شبهة ويعروه البصل الأخضر أصبح الرزة هنا واخد طعم تاني خالص لو طعم المحشي ولو طعم الرزة بشعرية اللي أنت بتعمليه كل يوم على الأكل ولا حاجة خالص واخد طعمي تاني خالص المطبخ الياباني المطبخ السيني مطبخ الماليزي أه أه سكة السوشي أه السياسوس طعمها خطير جداً مع السيفود مع الرز بالزات كمان أول أهو بس قوة هتحط ملح السياسوس غنية خلي بالك بروتين فمهمة جداً وكمية الغذائية عالية جداً أهو نغلز ما هو كده يلا بينا ألف أنا وشفا والحبة نزلة بحبتها يعجن مين يا طيب ورحة زيت السمسم طلعة من بين الرز حكاية طبعاً ده يتعمل قبل الأزان مباشرةً ده ما يتعملش ويتركب مش رز بشعرية سميه في الحلة تالية أشيف قالب عن الرز بشعرية النهاردة لأن في رمضان كل يوم ناكل رز بشعرية مامية رز بشعرية صنية بطاطس رز بشعرية شوية ملوخية رز بشعرية بس أنا أحب الرز لا بيض لعا مطبخك راي إزاي وفلة تمام؟ عايزين تشوفوا السمك الفليه ها عنية الفليه بتاعنا اخباره إيه نجيب الطبع الحلو ده كده بس أنا أعز أعمل حاجة حلوة للأمانة إيه هي بقى؟ يعني بما أن السمك الفليه حلو وبحب المقليات مع الرز فأعمل تركائق حلوة كده أخشيط رز من هنا كده دي مش في المكرر اللي بالك دي برا الموضوع اللي بقى هوليك حاجة دلوقتي أعلمك حاجة هتعجبك أول إيه هي؟ هناخد السمك الفليه ينزل على الرز بقى جربي بقى من المرات الحلوة بتاكل الرز اللي تحت السمك المقلي ده يا إيه وتلاقي لحبة السمسم نزلين بقى أخد بالك أنت السمسم جيب لي السمسم وتفاصيله كده يا شافيه اه اه شوية الرز اللي تحت السمك دول هم دول حكاية اللي بتحبيه إهدهمله اه هعيشين جوه الحب ألف هنا وشفا بسم الله را عارفين عدله هنا ألف هنا وشفا نطلع فاصل شايفين الشعاوة دي ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إيه حكاية الفريق مع السمك هل هو ما يحب الشريك ولا هينزلها المرة دي هو تروح بأيه التابعوني بعد الفاصل شوف أخبار الفريق إيه يا ويلي لو ده الموضوع ألف هنا وشفا ده الموضوع اللي أنا عايزه الأمانة الشكل الحلو لحضراتكم شايفينه ده كده حلوة مهم جدا بقى موضوع الفريق ده واحنا شغالين كده مع بعض ناخد السمك نخليه على جنب ده الطبيعي عشان لما نغرف الفريق ما يختلطش ببعضه هتقولي ليه بقى هناك كلام لأن السمك ده فيه شوك كتير وأنا بتكلم من صدق في حالة مما يكون السمك ده ما فيه الشوك آه ممكن تقليبيه مع بعض بس أنا عايز السمك ده شخصيته تتباني على الفريق حلوة كلام؟ آه هشيله كده براحة خالص واخليه على جنب لحيث أنا بغرف لضيوفي يبقوا شايفين السمك قدام عينيهم وعارفين اللي هو ده إيه لها هوت وعارفين السمك ده بوري فتقدر ست الكل إيه تشيل الشوك براحة كده لولاتها والجوزة عشان نبقى في أمان آه شفت الجوي ده كده آه آه الله ما صلى عنك أما لو كان السمك ده ما فيهوش شوك يعني جزل خالي من الشوك اللي بيه في بعض وفيش مشكلة حلوة آه ناخد الفريق بتاعنا بقى؟ آه هو ده يا حلوة آه هلف أنا وشفها آه شوية فريق يا مغازل هتقول لي حمام ولا هتقول لي فراخ محشاب فريق خالص آه بيبخوا سمك في كل حاجة الريح هطلع سمك من قلب الفريق آه شفت الجوي ده كده؟ آه هتسيبهم كده؟ طبعا لا هتقدمهم كده لديوفك طبعا لا نفس الطريقة آه شفت بغرف ازاي؟ آه دوت آه بقى إنا سمك كبيرة بديلها برصها بكل عاجة آه ألف أنا وشفها لللي ياكل آه نعم هوريك الفص والصدق انت ابن حلال لا جبل انت مرزا مرزا آه آه بيقول لي ورين الفص بحط الشوكة الفص ازاي لوحده آه شوف الشوكة طالعا بوس الشوكة طالعا آه 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 صايم؟ ألف هانا وشفا ألف هانا وشفا ألف هانا خلاينا حاضر فان حاضر فان حاضر فان حاضر ألف هانا وشفا تمام شل الشوكة برا أنا قلت في البداية السؤال حلو بيقول لي نوع السمك المرغوب في أنه يتعمل فيه سمك كنعد يسمى في الخليج كنعد أو الدراك أه جرنش بتاعنا فلفل ده أفضلهم يعني مش موجود يستخدم أي نوع تاني بقى طالما ده مش موجود بس إذا ده موجود هو ده أو الزبادي بتاع الكويت تحية كبيرة لأهل الكويت الطيبين أه ألف هانا وشفا والله أنا حبيته مع البوري يعني أنا أول مرة عمله مع البوري دايما بعمله مع الكنعد والدراك فالبوري عجبني صراحة والبوري فيه متناول الجميع وهي حاجة تغيري بس ناخد حذرنا شوية من الحسك إيه هو الحسك اللي هو الشوك أخواننا في الشام يسموا الشوك حسك إحنا نقول علينا الشوك ألف هانا وشفا ترجمة نانسي قنقر